حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلق أياما نسابق الطير ونجاريه ونطير فامنا بتغيير شباب حقق حلاما مرحبتان مشاهدين الكرام تحية طيبة لكم وين ما كنتوا لكل من شاهد فينا اليوم في حلقة جديدة من حياتنا أحلى وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ما غاب الأنصات عن الحياة الأسرية إلا وسادها التوتر والقلق وكثرت فيها المشاكل وغابت معها الحلول فهو خير رافض لإستقرار الحياة وبها يكون التفاهم وتحلو الحياة حول أهمية الأنصات ودورة في الحياة الأسرية سيكون موضوع حلقتنا من حياة أحلى صحبة ضيوفنا الكرام معي ضيفي معي هنا في الستوديو الأستاذ ميلاد النفاتي وهو مدرب التنمية البشرية كذلك الأستاذ ساسي موسى وهو اختصاصي رشاد نفسي الرحب بكم من الجيدة كده وبكل من يشاهد فينا في حلقة اليوم في داخل ليبيا أو خارجها ورحبوا بضيفنا لليها فترة طويل لما كانتش معنا أستاذ ميلاد كل عامة خير محمد بك تحية لك وتحية لمشاهدين تتبعي قناة تنصح وعيد مبارك إن شاء الله على جميع الشعب الليبي والهم الإسلاميين إن شاء الله الله يبارك فيك لك فترة ما يشطلع معنا إن شاء الله المناء خير والله هي أكيدة يعني هي حسب الظروف والشغل يعني إن شاء الله اليوم نحن نتكلم عن أهمية النصات في الحياة بداية في تعريف الإنصات إنه يجمع بين حستي السمع والبصر بالتوازي يعني لو ناخد منك تعريف إنصات في نطاق الأسرة هو الإنصات كمفهوم عام يعني هو في نطاق الأسرة أو في نطاق العمل أو في نطاق الاجتماعي أو في كل حوار يكون فيه الإنصات وهو نفس المفهوم للإنصات الإنصات يمكن الله سبحانه تعالى ما قال سمعوا له يعني فيه الاستماع وفيه الإنصات فالاستماع قد يكون بتركيز فيكون إنصات أو يكون مجرد استماع اللي هو بدون تركيز فعامل التركيز ونية وقصد الفهم هو اللي يميز ما بين الاستماع والإنصات إذا وجدت نية القصد اللي هو نية الفهم وقصد الفهم وكان هناك رغبة في الفهم فهنا يكون فيه إنصات ولكن لو كان مجرد إشارة توصل للأدنى ممكن الدماغ حتى تحليل ما يعطيهاش اهتمام وما يعطيهاش تركيز فهنا يكون استماع تلاحظ حتى الإنسان ممكن أنه يستمع لأكتر من شيء ولكن ينصد لشيء واحد قد يكون حتى في حفل أو في كده يكون فيه كثير من المتحدثين وكده ولكن يكون تركيزه على شيء واحد فهنا يكون منصد لذلك الشيء ومستمع لجميع الإشارات اللي توصل للأدنى طيب رح نرجع لك أستاذ ميلاد خليك معنا أستاذ ساسي مرحبتان لا باش ينسوني ولا حاجة كل عانتو بخير الله كيف عالي هل يخفى القمر المستحيلة بارك الله فيك ديما متواجدة معنا منوّرنا أنت في بالحلقة بجودك وجود لأستاذ ميلاد بارك الله فيلي لأن شكلك انت اليوم انساتنا شنوعدتنا الحلقة اللي فاتت؟ والله هنا انسات جيد معك حاجة قلت؟ لا حاضر بإدن الله مفيش مشكلة حاضر إن شاء الله حاضر إن شاء الله خير هنخطط فصل فريس جيكم جديد وخلاص بش ما تقولش السيد ميلاد قبل شوية قال الإنسات يكون بقصد نية الفهم يعني نخدم أنك تعرف آخر للإنسات نحن كيف نعرفه زي ما تفضل السيد ميلاد بارك الله فيه الإنسات والاستماع بصفة عامة طبعا هي حالة تنشأ نتيجة لرد فعل لمثير خارج لهو الإنسان بصفة عامة بمستقبلات بما يعرف بالأذن كيف تستقبل الأصوات هادية أو الددبات هادية كيف نعرفه كتعريف بسيط هي عملية تنشأ ما بين المتحدد وشخص متلقي توصل ميلادهم بذن تقوليني بعض الكلمات أو الإشارات أو اللغة المتعرفة ميلادهم يتواصل بها الناس بصفة عامة وفي تعريف آخر من ناحية نفسية نحن هي عبارة من مجموعة من المعلومات أو مجموعة من الكلمات اللي توصل للشخص اللي هو المستقبل الكلمات دون مقاطع نقوله فإحنا مع التركيز ومع الانتباه هذا الإنصاط والاستماع بصفة عامة نعم تقريباً التعريف الأول كان أشمل والتعريف الثاني من جانب نفسي أكثر ومن تكلمه فيه منها طبعاً عدة نواع الاستماع كما نتكلمه فيه السطحي اللي هو العادي جداً وفيه اليقد وفيه المركز ما معناه السطحي؟ السطحي لما ليش انتباه كامل ممكن يكون مثلاً شخص يسمع لحاجة معينة مثلاً فايتة ما فيش إطارة ما فيش جذب لها يعني اليقد يكون متتبع لها المركز تكون فيه مصلحة هو موضوع يهمها سطحي يعني فيش تفاعل ما فيش تفاعل يكون تفاعل بسيط ممكن شخص يخاف من ضربة سيرة يحاول يسمحهم بسيط باش يتخطأ المشكلة مثلاً أو مثلاً يمشي في الطريقي يحاول يسمع بحيط ما ممكن يضبح على حد أو يكلم على حد نقوله إحنا استماع سطحي الانتباه هو لاحظي ويختفي لكنه هو المهم فرض للناس تعلم اليقد بقول مركز واضح لي مشكتنا في الموضوع هذا اليقد اليقد لكل الإنسان منتبه شين قاعد يقول أو شين قاعد يرسله بالضبط وهو مستماعي ما تكونش في مقاطعة حي نقوله فيها يعني كم يسترسل الشخص الأمامك تحدث بدون أي مقاطعة أمهم صراحة طيب أستاذ ميلاد هلون صاد موهبة فطرة يعني موجودة عند البشر لا هو تقول مهارة يقدر فيه فيه ناس زم قوزين لما تكلموا عن القيادة مثلاً نقوله فيه ناس قيادي بالفطرة وفيه ناس تكتسب المهارة القيادة بالتعلم إنما العلم بالتعلم إنما الحلم بالتحلم فالإنصاط في الغالب هو يكون مهارة سلوكية يستطيع الإنسان أن يكتسبها ولكن في البداية يعني ممكن قبل ما يصل إلى أنه يكون قادر على أنه يكتسب المهارة هذه فيه أساس فيها أساسيات لازم يكون هو تتمثل فيه بعض الصفات اللي هي مثلاً أنه يكون بناء الداخلي قوي إلى حد كبير بحيث أنه قادر أنه يعطي مساحة للحوار وللتفاهم في الأساس لأنه هو يعني إحنا اللي ببنوصل للإنصاط يعني قررنا الحوار واللي فيه شخصيته وتركيب وبناء الداتي وتقدير الداتي نعم ما يرتقيش لأنه هو ما يوصلش لمستوى الانفتاح لأن الانفتاح هذا مش شيء سهل يعني لما بنوصل لمرحلة أنه أني بنخش في حوار بكل ثقة وبننصط بصدق يعني لما نقوله أني ننصط يعني نستمع بصدق وبيخلاصه ونبي نوصل لهدف من الحوار هو نعم فإذا كان نعم فإذا كان بني بناء الداخلي مش قوي ومش عارف شننبي بالضبط ومفيش رصيد من الثقة وكذا فهذا كله حيؤثر أصلاً على تركيبة الحوار نفسه فحتى يكون ممكن هنايا حتى اللي عنده قدر على أنه هو ينصط ما عندهش رغبة أنه هو ينصط نعم وهذه هي ممكن في الغالب المشكلة اللي حاصلة في الأسر يعني أصلاً هو الرغبة في الإنصاط طبعاً لأنه هو يرى التقدير الداتي الإيجابي وتكوين النفسي القوي سواء للزوج ولا للزوجة وتركيزهم على أنهما يصلوا لحل في المشكلة هي رأوا مش ديما محاضر يعني في الغالب يكون غايب يعني فيه فيه قرار مسبق قبل الحوار أصلاً فالقرار هو ليسبق الحوار هو لم يسيطر على الحوار يعني بدأنا في مسألة مش أن نحنين بنوصلوا لتوافق في رؤية مشتركة لا بدأنا من هو اللي بيتبت أنه هو رؤيته هي لصواب نعم غير البناء الداخلي القوي كيف ممكن نكتسب موهبة أو مهارة الإنصاط كما قلت أول حاجة لازم أن يكون مستمعين جيدين نعم ولازم أن يكون فيه أساس هو يعني سبحان الله نحنين الناس لولي يقولون نيتك جملك يعني نيتك لازم أن تكون سليمة في الأساس يعني أنت كتكوين وكنيتك لازم أن تكون سليمة في أنك أنت تبي تفهم تبي تركز مش ههو يعني زي ما نقوله من باب المجاملة أو المسيرة طبعا إنصاط بكر هذا كيبعد استماع فقط فيه إشارة ممكن يولي إزعاج نعم لو يستمر الاستماع هو يستمر يستمر وهو قاعد مركز على أن أنت معناها لما تكلم فيها معناها تيب توصل بيا لمربع معين نعم 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 معناها نعم كده أخذ بحوارات نمسيطر عليها الفكرة الأولى فالانفتاح هو المشكلة الكبيرة اللي نشوفها حتى إحنا من خلال البرامج التدريبية وكل شيء نعم سواء على صعيد الأسرة والصعيد الاجتماعي مشكلتنا في عملية الإنصاط نحن ما ننصطوش لأن فيه خرائط عقلية مشوهة في الأصل طيب استاذ ساسي باش ما يصيرش يعني الخلط بينهم هل فيه نعرف الفرق منك ما الفرق بين الإنصاط والاستماع طبعا في الفرق يكون كبير طبعا نحن نقوله فهم زي ما أصل في الاستاذ في الحديد نعم الاستماع تكون حاجة عابرة زي ما تكلم وتكون حاجة شمولية ما تكونش حاجة محددة نعم أما الإنصاط ممكن الإنسان يحدد الشيء اللي بيسمعها بالزبط ممكن تكون فيه مصلحة لهو أو تكون قادية مثلا هو مثلا مؤمن بها أو أي معلومة يبي زي ما قوله فهمها يبي يفهمها وبيعرفها تبدأ في عمية الإنصاط نعم الإنصاط يخش في العالم زي ما قوله فهها في عالم المغامرة في الكلام نحن نسموه فها يصبح فيه يصبح فيه اهتمام كبير أو تفرغ تام المتحدد شين قاعد يقول بالزبط الموضوع اللي قاعد يسرد فيه نحن نسموه فيه الإنصاط تصبح الجوارح كلها مثلا تقول ملمة بالموضوع نفسه في اتجاه واحد في تركيز كامل نحن نسموه فها هذا معناها الإنصاط أما الاستماع يمكن أن يكون إنسان منشغل باله ممكن قاعد يشبه لك بالشكل هو أما المنصط تلقى فيه حركة الرأس تلقى العين تلقى العين توصم على عين نفسها تلقى شخص مركز حتى فيه طريق الكلام ومنتمم الحركات يكون يقدم معها بلغة الجسد بإشارات سيفة عامة هل لكي نحق الإنصاط نختار له توقيت أو هو يعني متوقف على حاجة المتحدد لمن يستمع إليه هذه أهم حاجة وكانه عنده حاجة الإنصاط حينصط للشخص الموجود معه لكن الموضوع زحمة ولا فيه عركة ولا فيه مشكلة هذا من 7000 المستحيلات زيما نتصي المشكلة كبيرا ولا ينص تغرق زيما لا غلط ما تتحللش مشكلة معها 15-20 نفر صعب يكونش فيها إنصاط ويكون فيها استماع ممكن تهدي من نروع الناس ومشاكل الناس لكن الإنصاط دي ما يكون ما يفوتش 4-5 من الناس كان فات 7-8 أشخاص تصبح فيه ضوضاء تصبح فيه زحمة كبيرة رح نقوله فيها كل واحد بلد اللي بيدلو وما فيش حد بصراحة الجانب الأسري أكثر الجانب الأسري أكثر لأننا مشاكلنا في الأسر بصفة عامة عندنا مشكلة صفة الأوامر ما عندناش صفة اللي هو الحوار لو كاننا الحوار حل المشاكل بتاعنا بصفة عامة متكونش فيه طلاق متكونش فيه مشكلة بين الجوز والجوزة دي بتلاحط فيه صفة الأوامر ممكن أنه تكون الأب بموة بيفض رأي متاعها والأمت بيفض رأي متاحها الابن نفس العيل الصغير ما طلواش مساحات كبيرة حين نسمعوه لا مشكلة بالزبط لأنه فيه شي مهم لازم يكون فيه تفريغ تام متحدد مع التركيز شين قاعد يقول بالزبط ما نحاولوش نحن قطعوه الشخص أهم شي احنا نصغولي بعضنا بغرض الفهم مش لغرض المقاطعة لأن معظم الناس للأسف الشديد ما يقاطوه في بعضهم انت أفهم شين قاعد يقول الشخص هو باش على قد نعرف نصنعوه كيف عرف ترد يعني ايه باش عرف كيف نرد لك حين شين سيرنا نحن نبقى نسمعوه نبقى نبقى نعم نشرع على الشخص في الحكم أو في الرد هي هادي هادي المطبقة اللي تسبب والتكسيرات تسبب مشكلة في الإنساطة وفي الاستماعات في العامة أهم شي احنا نضحو للناس خاصة في الأسر أعطي فرصة انك انت تفهم الشخص الغرض الفهم هام شي تفهم شو مشكلتها بالزبط نعم انت ما تديرها ما زلنا تقوله احنا نشمعها باش تقاطع عليها وتقص في حالة نتاعها تصبح في مشكلة يعني أستاذ ميلاد البعض يرى أن الإنساط يبدأ من الإنساط الأزواج كما قال الأستاذ ساسي ومن ثم الأولاد لينتشر إلى باقي الأسرة كيف تعلق؟ هو طبعا إذا كان الابن والبنت يعني لقى في حوار أسري ولقى في إنساط هيكتسب المهارة هذه وأصلا هم حيكونوا بطبيعة الحال يعني يطبقوا فهم يعني مهم جدا حتى في حالة العقاب مثلا حتى لما لما تبي تعاقب الطفل بطريقة تكون طبعا معروفة الطرق اللي احنا نتكلم علىها في العقاب يعني كحرمان من شيء معين ولا كده لازم يكون فهم السبب العقاب يعني يسين السبب فكيف يبي يفهم لازم يكون في حوار حوار قبل حد لازم يكون في أنت تسمع هو شين بيقول لأنه هو الطفل الجوارح المتاعة تندفع وتسبق فيه ديما في كلامه وهو ما عندهش القدرة الكلامية زي الكبير يعني الكبير عنده قدرة مساحة كلامية كبيرة ومفرداتها كبيرة نعم إذا دافع لنفسه ومساحة كبيرة في الحوار وفي الكلام ومفرداتها أكثر وقدراتها أكبر فهو ذاك الطفل يعني كيف يبي جاري الكبير ديما تلقاه يلجأ طول للتعبير بجوارحها نعم وبينفعالتها فأنت اللي تربي فيه التقافة هادي شيئا فشي تزرع فيه يعني تزرع فيه الشي هو الشي فشي فيبدأ هو يكتسمها يبدأ يسمع فيك لما أنت تتكلم يبدأ يسمع فيك حتى من خلال ممكن الطفل لما يشاهد الحديث ليدور في الأسرة نفسها ممكن ياخد الشي هذا طبعا هو شوف نعم 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 يعني لما يجي الإنسان يبدأ هو مؤمن بالمبادئ والقيم والتوابط الإخلاقية نعم يعني هذا تكوير راو هو يولد المرأة الفطرة راو راو لما نحن يجينا طفل ولم يجينا راو يجينا في خامة من أجود الخامات لكن للأسف الشديد التفاعل الاجتماعي هو ليشوه في الفطرة هادي ويتجه بها لاتجاهات بعيدة يعني مثلا لما نشيري نشوف أن مثلا الإنسان المنظم والمرتب حتى ليوقف في طبور ولا كده هو لما نلقو أنه هو حق يهضم وذكايا اللي يرتكب في سلوك متاع عنف ومتاع قوة هذا كيجي يأكل في حقوق الآخرين هو راو ما تنساش أنه هو من طفل يشوف فيه من عند يوقف في طبور من قمتاع مخبز ولا كده يشوف فيه أنه يعني وهذا اللي ياخد حاجتها وليما يديري شكي هو يقعد يتفرج فالمبادئ والقيم بالله كلها دسها وسكر عليها ولوحها لولا ما تمشي ومتقدش تعيش بها فهنا يا حني وصبنا بمشكلة كبيرة في أن أنت كيف تريد أن تصل لحوار ولإنصاط إذا كان فيه ضرب في القيم وفي المبادئ نعم فالإنسان لازم من البيت أن الأسرة تعطي اهتمام بالطفل في أنه مهما شاف من مخالفات في المجتمع بصفة عامة أراه مش هذا الصواب لكن يبدأ محافظة للتوابط الأساسي خلنتقل مع أستاذ 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 أساسي ممكن كثرة المشاغل وهموم الحياة سبب في عدم الإنصاط إلى الزوجات أو الأبناء هل يعتبر هذا مبرر؟ أكيد مبرر كبير جدا جدا مسارحة واقع كسبي المتال تشرب بشكل كبير أكيد إذا كانت جين حالات عندها مشاكل سواء كانت نفسية وسلوكية وتعاطف المخدرات وبعض من حرافات تدقى عندهم يقولك أن والله ولدي توقف سقط به بنتي هذا وما نسمعت بها يقولك الله غالب أنا منش فاضي نضع الصباح نروح في الليل ومن نفس القصة المشكلة أكبر لما زي ما قالك أستاذ ميلاد الطفل ملقاش النموش الحقيقي في المجتمع اللي تخلق منها المبادئ هذه والعادات وسيكت طيبة ما تلقاشي للأسف قاعد يشوف شنصيب من صراعات في المجتمع كيف تتعاملوا مع مثل هذه الحالات يعتبر أنه مش مبرر أحد الأسباب لعدم الإنصاط للأبناء أو الزوجات بسبب مشاخل وهم الحياة ناكيد نحن دي ما هم من العلاج يكون في علاج أسري كما يكونش علاج للأسرة في حداتها ما يتعالج لكش الطفل اللي عنده مجاكل زادي بصفة عامة نعم وشن الإنصاط زي ما يسلف لكل أساد هي مهارة أو شي مكتسب هي مولودة معاها يعني هو في الأخير ربي يخلق لودان يتصمت بهم ويسمع بكيف يستخدم الأداء هذه بيشوف الناس اللي قدامها شن دارب الزبط نعم أما كيف تصرفت بوع ماما أخوالها أصحابها في المدرسة معالمين أسادسة لما يلحظنا المجتمع كل يقاطع وكلهم يسمعوا في كلمة اللولة بسة قاد تقول فيها ويبنوا له يتكلموا معك هذه هي المشكلة الكبيرة نعم عندنا تعلم العيل أنه يسمع كويس ناخد حتى في قرارات في فتناء انفعالاتنا نعم نحن لم ندناش فرصة للاستماع الجيد لأن سبحان الله يعني حتى ربك أننا تجي البنادم حاشتين در منها نزوزم والعيون والودان باش نشوفه كويس نسمع كويس ما درناش حني نزوز خشو ما نزوز في فوم درناش زوز حتى الأدن درن هزا السلطة لا يتكي أعلى حاجة في البنادم باش تسمع أكبر تأخذ أكبر كمية من واند حدا كانت جي جف التقسيم على تلودان واحدة لتسمع وحتانا يتحلل وهذا الشيء كله غايب على الناس بصفة عامة مشكلة الناس ما عنداش كلها تجهل ما تدري مش لاجه فرصة يروح حناية قعمز ودسمع كويس اندهم السراعات والمشاكل حتى عندنا في ليبيا نتيجة لعدم الإنصاط والاستماع والتواصل مما سبب مشاكل وعدد حواجز يعني بحكي معاناة أكتر لابو وفي حالة الأب من جانب آخر كان يعني مش منصط جيد معانا دي ما نقوله فرح ولكن لما تقع المشكلة يعني ما يحطش في نفسها المسئولية نداء ونقولك حاشا نداء ونقول فهذه الكلمة هذه انت وقدت نزاد لك عيل مزيود نقول فهذه يبوي تكلمنا أول مرة يتكلم وكانت تعالى ندوها دبر شنية سكتها انحنا مشكلتنا دي ما انتة اسكت شن عرفك وما تتكلم شو تدويش ما يدوي تكبار وشن دخلك عند وقت يجيك تعايل صيصك اي سؤال شن عرفك وسكوت لا انت حاول انك تسمع على العيل هو شن بيوصل بالظبط شن فكرة وصلت له بالظبط او الطفل ما هذا هو الحوار لما ينقطع نفس القصة تعلمت القضايا التلاق ما بين الاجوات السيفة عامة نتيجة ما ينسمعوش لبعضهم مش بحشوش النظر انتحهم واحد يبيتكلم مش عافلون بيوصل بالظبط والطرف الآخر يحاول ان يقاطع يلم النقاط اللي هو اللي عندها الضعف او يلم النقاط اللي هي نسموه في احنا السلبيات يده هاجم فيها وخلاص يخليه اطلقاش فرصة لين يكمل الدوم بتاعه باش اعرف كيف يتصرف معه في الرد يعني وهذه المشاكل اللي تصيب سيفة عامة خليك معنا استاذ استاذ ميلاد هل في حوار ناجح غاب فيه الانصاط من وجهات مطارك لا يمكن طبعا ان يكون في حوار ناجح بدون انصاط يعني هذا كان نقوله مجاملات ممكن تكون ان تحس ان فيه توافق وكده ولكن في الحقيقة لا يمكن ان يكون فيه حوار ناجح ما لم يكون هناك انصاط ولكن احنا طبعا فيه حتى في في العداد سبعة الناس الاكثر فعيلية في عندنا تدرج ان اول حاجة ان الانسان اصلا مبادر يعني اصلا هو الانسان اللي بيكون منصط قبل ما يوصل لمرحلة الانصاط فيه مراحل ثاني تسبقها يعني هو لازم يكون انسان مبادر يعني مش عايش دور الضحية لان اصلا فهم المجتمع والطاقة السلبية مسيطرة عليه فهذا لا يمكن يكون شريك في حوار والحوار يكون ناجح ويكون انسان منصط نعم لازم يكون فيه تحديد للغايات ولللاهداف في كل حوار فيه هدف وفيه غاية لازم يكون محددة لازم يكون فيه ادارة للأولويات زي ما اشرت انت توقع بشوي طبعا اهمية الاختيار الوقت المناسب في الحوار اللي هو احنا منجيش انا فيه شخص تعب شخص مرهق نبيه ينصط لي لازم انا نكون يعني انا نكون عامل مساعد ومشجع للطرف الاخر للشريك اللي في الحوار في انه هو ينصط مش انا جاي نضغط بينش النبي بس يعني فمثلا يعني وغالبا للأسف شديد احنا نبوش توم فيش عنصر نسايا باش نبوش نلقوا اللوم على النساء بدان يقولوا كلها ما شاء الله رجال لكن احنا بصفة عامة هو فيه خطأ في اختيار الوقت المناسب في الحوار نفسه لان انت تبي تنصط تبي شخص ينصط انت هيئ البيئة المشجعة للانصاط وفيه فعلا بعض الزوجات مبارك الله فيهم الناجحات والشطرات اللي هما يعفوا حياتهم ما شاء الله تعتبر مستقرة وناجحين في الحياة ويصنعوا فيه بيئة الحوار اللي هي تخلي الزوج منصط كيف تم صناعة بيئة الحوار والانصاط؟ بتقدير ظروف الطرف الآخر مش مهم انك انت شنتبي بس يعني انت فيه انت شريك فيه عندك شريك لازم تراعي الشريك تراعي حالة النفسية تراعي حالة الجسدية يكون منهك العقلية الإمارات تكون مربع زمة معينة العاطفية نعم فهذه كل عوامل تحيط به انت كل ما تكون داعم في ان هي تكون العوامل هيئة مناسبة يكون الحوار أنجح نعم يحتاج ممكن انتسل بعض الأسئلة لترى انه لا لترى انه مهيئة للانصاط او لا هي تربط اين شركاء في حوار او في قضية اروا في الغالب يعفو من خلال الافعال ايه بخبرتهم هما يعفو الظروف هذا مناسب ولكن الضغط النفسي والالحاح على البلوغ الشيء هو اللي يسبب الانسان هو اللي يسبب في خسارته في الحياة اكثر حاجة هو الاستعجال والعجل امتعه ولكن الله سبحانه وتعالى شي يوصي في الانسان يا ايو الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ان الله مع الصابرين وما يلقى الا الذين صبر وما يلقى يعني ديما فيه تجيئة على الصبر وضبط النفس فكل ما تكون انت انسان صابر هيعطيك مساحة للتركيز اكثر لخلق بيئة جيدة للحوار تخلي الشخص الاخر انه هو يكون منصد جيد وهذه الطرفين يكونوا حريصين فيها يعني مش نلوموا على المرأة يكون فيه مشاركة وتعاون يجح الحوار الحوار والانصات تمام نرجع على استاذ ساسيال فيه تلازم بين الصمت والانصات في الحياة الزوجية نخلق منك الاجابة ولكن بعد الفاصل شرايك بمن الله ان شاء الله فاصل اكيد ومشاهدين ومن بعدها راح نتكلم على الانصات بين الازواج فاصل اكيد وراجعين خليكم في المتابعة والاستماع حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير الزواج ميثاق من اعظم المواثيق وعلاقة قوامها المودة والرحمة وبناء بيت وتكوين اسرة لكن احيانا تنتاب الحياة الزوجية بعض الخلافات والمشكلات ويعترضها الملل والسآمة ولما كانت مسئولية صلاح البيت واستقراره تقع اول ما تقع على الزوج كان من اللازم عليه ان يبحث عن الاسباب التي تعيد الدفء الى بيته ويتمكن بها من كسب قلب زوجته ومن ذلك اظهار مشاعر الحب والمودة لها والاحسان الدائم اليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله حسن الاستماع اليها والاصغاء لمشاكلها وهمومها مواساتها عند حزنها ويظهار الفرح بفرحها تخصيص وقت يومي يتبادل معها الزوج فيه كل ما يحفظ الود ويقول الالفة بينهما المشاركة في اعمال المنزل وقضاء حاجات البيت وقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته فقالت كان يكون في مهنة اهله فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة ممازحة الزوجة ومضاحكتها في بعض الاوقات مخاطبتها بالكلمات الحسنة ومناداتها بأحب الأسماء وتزيين الكلام بعبارات الدعاء والشكر مهاداتها ولو بالهدايا البسيطة فالهدية لها أجمل وقع وأثر في القلب التغاضي عن الهفوات اليسيرة واستعمال التلميح في معالجة الأخطاء الهينة التركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاقيات الطيبة التي تتخلق بها الزوجة واستثمارها وتنميتها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلقا رضي منها آخر وكن أيها الزوج من عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما حياتنا غير لما تم لذي الخير وفيها يفرح الغير رجعنا عليكم من بعض در فاصل مشاهدين الكرام رحبا بكل الناس كيد لانضمت لينا وموجودين معنا في المتابعة والاستماع عن أهمية الأنصات في الأسر رحبا بكم ضيوفي الكرام الجديد وبالأستاذ ساسي نهلا وسهلا بك قبل الفاصل اسألتك علي أهمية تلازم بين الصمت والأنصات بين أو في الحياة الزوجية بشكل عام والله وجدت يكون الصمت تحلي مشكلة وجدت يكون صمت لزيت المشكلة حسب المشكلة وحسب موقع المشكلة إنه زي نتكرلك سيد ميلاد وجدت الشخص يبيك يتسمع لك كده ويكون تعبان ومش فاضي وزي نتقول يكون مشغول إنسان هو أو وقعت في بعض الناس يستخدموا في صمت الهروب من الصراع أو من المشكلة وهذه من الأخطاء اللي تسيب صفة عامة نعم إحنا مشوتنا في ليبيا تلجأ الأكثر الناس تتكلم عن النساء صراحة نحن ما درنا آخر دراسة كانت في 2015 على النساء اللي طلقت ودرناها المطلقات والمطلقين لاحظنا اللي أكثر شي تتكلموا وعندهم مشاكل كبيرة هما النساء أكثر تتكلم يعني طعفنا الإمرأة كان عاطفي يعني مدعملش بعقل نية زي الرجل يعني الرجل اللي تلاحظنا تتاعي يكون مختصر بسيط ليس زي الإمرأة تخش في تفاصيل الأمور وفي تفاصيل الكلام يعني هذا الرجل يجع زي الشي هذا مده بيه يكون الكلام أقل حديثا يعني الصمت غلط ما ينفع عشان تكون في ردة فعل انت شخص قادت هدرز له ما ينفع عشان كنت هدود غير ساكت وخلاص انين هو يحس بالملل يعتقد انك انت مكش مهتم بي كان الصمت يعني زادة لحد احنا نقوله فيها يعني نعم يستفز أحيانا ايه لأنه مفروض الشخص المتحدد يكون نبيه شوية يركز في الأشياء اللي غير اللفظية مثلا لغة الجذب هل إنسان هذا قاعد مستنتع معه في الحديث مسترسل معه ولا غير كي وخلاص يصبح فيه نوع من الملل في الحديث نفسه اكيد نوع من الملل وزي ما قلتك احنا مش قلتنا هنا في ليبيا من عرفش الدول ثانية مش قلتنا النساء تتكلم معظم الصراعات الامراءات تتكلم هلو حتى كلام تحت اللي نقوله فيها احنا غير محدد يعني حتى كانت مشكلة تخلط كل المشاكل تجبد الأول والتالي مع الجوز وتصبح فيه مشكلة كبيرة نعم الرجل ما ميش لشي هاتي زي ما قلت لك يحب دبيه قبل شوية ننفى من كلامك إنه فيه صمت محبوب يعني مطلوب وناتش كضم الغيط أحيانا يعني في بعض المواقف أو المشاكل الصمت محبوب إنما توصل مشكلة حدتها يعني ممكن أن توصل لصراع كبير جدا ممكن يحاول إنسان يكدم الغيط متاعه يسكت ما يكونش سكوت هالطويل هلبة ما فيه نسكت مربة خمسين معاش يتكلم أو يعطيك في الحجرة متاعه لمشي المربوعة طيب الصمت لي يستمر عادة اللي ساعات بين الزوجين على ما يدل ذلك والله كان هو صلي ثلاثة اربة خمس ساعة نقول فهم ممكن الإنسان يحاول أن هو يرجع لنفسه ويحرك الضغير التاعه يكون في ردة أي علاش فيه مشكلة علاش دار المشكلة دي ممكن يكون مطلوب صمت هو على قل باش الإنسان يعاود اعتبارة متاعه شنصار المشكلة بالظبط باش عم كيف يرد يكون وقات يكون ليه فايدة بصراحة لكن كانت جاوز اليوم واليومين هي المشكلة الكبيرة دي منقوله لي ناس خليه الصمت كنت عكد انت وجوزتك وانديك مشكلة بينكم بين جوزتك ما فيودش ساعة وثلاثة ساعات بالكتير المفتر داربع ساعات على الأقل باش انت تفهم شنصير بالظبط نحن نسموه في حالة نفسية نسموه مرحلة مقابل التفكير طيب الانسان فرصة يفكر مع نفسه شنصير بالظبط علاش غلطت في الطرف الآخر شن المشكلة دار معي يعني نعم وكيف ما قلت انت حضرتك يعني على حسب المشكلة ومكان وقارب على حسب المشكلة كانت مشكلة كبيرة أو صغيرة كان مشكلة كبيرة ممكن انت اخدوا صمت يوصل على أقل نفس يوم لكن انت يومين تلتين كانت مشكلة مشكلة بسيطة ساعة نص ساعة ساعتين تكفي يعني ان الإنسان يعاود حسب المتاع باش عم كيف يتكلم بالظبط على الأقل ممكن يختار كلمة الإيجابية كيف يتوصل معه مع الشخص للآخر يعني خاصة كان هي جوزة أو هو جوزة يعني طيب سيد ميلاد هل نقول ان الانساط الزوجي وحصن الأصغاء سبب السعادة في البيوت اليوم؟ اكيد احنا ممكن قلناتها قبل شوية هي ان الزوجة رأوا تعتبر السعادة الزوجية يعني مفتاحها الكبير هم مشورة كافية اكيد الزوجة وزوجة ولكن مفتاحها الكبير عند الزوجة يعني وكلما كانت الزوجة اكثر وعي واكثر ادراك باهمية المهارات وعندها حسن ادارة الوقت ادارة جيدة واختيار جيد في الوقت المناسب كذلك في عباراتها يعني هو يعني اساليب الكلام يمكن انك توصل للصورة باكثر من اسلوب فاحيانا الاسلوب الناعم والاسلوب الحسن واختيار الكلمات الحسنة يعني زي ما شار الدكتور ساسي هو اكثر اكثر متكلم من الرجل هو المرأة اكثر اكثر كلام من الرجل فالأكثر الرجل يسمع ولكن في بعض النساء يعتقدوا ان اي انكلمة حتى جارحة معناها متى تمشي مرور الكرام وينسوا ولكن الكلام الجارح يبقى ليه اثر وليه وقع فحتى المرأة يجب تكون حذرة يعني في اختيار النلفاظ والكلمات بحيث ان هي تكون مشجعة للتفاعل الطرف الآخر لكن راو الصمت بالذات يكون في عدة ازواج يزور الصمت راو لان ممكن كان بيتكلم ممكن بيدير لنا مشكلة يعني فتصبح في مشكلة طيب هل الصمت احيانا اضعف؟ لا صمت ما اعتبرش اضعف هو حسب الموقف زيما شالك الدكتور فعلا يعني انت مفيش حاجة تابتة ديما بتستخدمها راو ان هي ديما كمفتاح في كل وقت كل حاجة لها لها خاصية ومهارة لها لها وقت معين ولها ظروف معينة نعم تستخدمها في وقتها لكن لما استخدمها انا نسأل فيك في سؤال متى وانت تقعد ساكتك تتفرج علي مرة هذا يدفع للانفعال وممكن يدفعني نستخدم كلمات جارحة ويدي لي مشكلة فهذا مش مكانة لكن لما نتكلم ايه مفروض انت تكون منصط يعني تكون مستمع تكون انت في حالة صمت فاحيانا لما نعفوا ان احني ممكن الحوار نقوله خلنا اجلوه تول افضل هو الصمت من الطرفين يعني احني تول احسن حاجة ان اجلو الحوار هو الى الى وقت اخر من الافضل يكون باشتراك الطرفين باش ما يكونش يعني كان امر او توجيه من الطرف بالضبع يكون باشتراك ان احني ان اجلو الحوار هو الى وقت اخر نعم يكون فيه الجو هادي ومهي اكتر للحديث او الان وروا التأجيل تأجيل اغلب الحوارات يعتبر موضوع جيد ومفتاح جيد لما نعفوا ان هي مش هتثمر ومش هتدي لنتائج ايجابية الافضل ان احني ننقلها عادة الزوجات يلحوا كوادية سلبية اللي ممكن نبهوا عليها من خلال البرنامج طيب اللي هي عدم الالحاح لان الالحاح هيؤدي الى انفعال خليك معنا استاذ ميلاد نرجع مع الستاذ ساسي قبل شوية قال الزوجة اللي بتتكلم زوجة استاذ ميلاد تحتاج لوقت مناسب لمكان مناسب ايضا ما هو الوقت المناسب والزوج دايما مضطر ان هو او ملزم يسمع في كل وقت لا وقت مناسب شي معروف ما ينفعش وتان الراجل جاي تاعب من الشغل نتاعه وجي نحكي لها يا صارك مشاكل واني ناقزتني بضعه واني بسبيزة وبنمشي اللمه وبنمشي المزيين وبنمشي وين لا غلط في اوقات تكون دكية تعرف الاشياء هذه زي ما تشوف امه هي كيف تعمل فيه بوهن فرض يتندبل اشياء زي هذه في اوقات مهمة جدا جدا خاصا فوقت الراحة بصراحة اني يكون الانسان مزدريح بتغدي واكل متكيح ينقولوا فيها لفترة العشية نجو نتكلمه بالسلوب ما تكونش كل مطاليب كلها فيه وقت واحد هذه اشياء تكون متعبة نفس القصة جوز لي جوزها ما يجي لي جوزها انت هي من الصبح شاقة وتعبها في جوارة الصغار يقولها اليوم عازم جمعها وبتدري لي كسكسي وبتدري لي معها وتلجين جمال وبتدري لي معها كفتها وبتدري لي معها سلايت وهي تعب علي الله بحالها لا على قل المرأة يقدرها بأجل أجل زي ما تعتك على قل هي تكون مستريحة اليوم مثلا مش غاصلة الحوش وغاصلة بسطرة وضامة دينية كلها فيه اوقات رأي مهمة جدا جدا مفروض الشخص يختار فيها انت يتكلم على الطرف الاخر او ان هي مثلا تش تشتغل يعني لا هي منهمك في شغل المنزل فان هو يفتح موضوعي خاص بمشكلة احد الابناء فهذا اعتقد مش مناسب ومش رح يكون فيه انصار بشكل فيه هو فتح مشاكل على الابناء بصيفة عامة المشكلة هي ما تصير لهم هو يروحهم من الشغل هو مش هيسمعها مظلوط وتقول يتعيد وكذا والحصة تقول بو بيجي السبدة ويجي للعصار يدفل فيها مدك الصار كن في عصبية وتشنجك كن في عصبية وتشنجك عصبية وتشنجك اكيد وهذا هي الاخطاء اللي تصير حني ما نقول الناس اعطوا فرصة للشخص يتنفس على الاقل حتى لين يتنفس لين يرتاح بعد ما يرتاح ويتنفس حين يقولوا فيها على قليل يمشين مشكلة بالضباط حتى كما تنصار مداري مشكلة في الحوش نضبح عليهم على شك يدرتون حلو الموضوع بعقلانية ما سيش الضربة تكشيف كلها حلونا مواقتة ما هيش مفوطة حتى في طريق الاستخدام الكلام حين هو الوقت اللي حيني كيف زي نقول فهم نعرضوا المشاكل متاعنا نعفل تختارها ما يشيش مثلا حد جيب يرقد في الليل في بعض من الرجال طلقوا نساء امتحهم كان يجيب نرقد جي فوق راسي وتودوا تور ونشان هو وانا بنمشي وبنجيب ولدك وصفت لا غلطة فيها اخطاء تصير او هي متن اجوزتها زي ما قلت انت هي كانت تشتغل تعبانة او الحوش كلها اليوم مسيقة وقالب الحوش كلها ونشان ضامة ويجيها راجلها بيدلها برنامج ونشان هو كده لا في وقات مهمها بصراحة الانسان ينتبه الخبرات الجوزية شي مهم جدا جدا نين بياخدوها مش كنت نحن البناتنا ولادنا بصيفة عامة ما عاش زي زماني قام زي ما موليهم على اقل ياخدو هالمهارات هدي من الام والبو كيف الرجل كيف تكون مكانتها الامرأة كيف مكانتها كيف يعامل الرجل كيف تعامل الامرأة ما عندناش غيرها فرحانين بيسجدوا جوز طول هاي فرحانين بيسجد وجوز طول هدي المشاكل اللي تصير وش كون يكون الجاني او المجني عليه لما الاطفال او الصغار الصغيرين لما حيكونوا ضحية في الصراع نتيجة قلة الانصاط غلية الاستماع ضعف الحوار اللي تسيما بيناتهم كلها هتخلق مشاكل حت نصبح في مشاكل كبيرة في البيت يعني طيب نجمع الستاذ ميلاد استاذ ميلاد يرى البعض ان الاصغار الانصاط للاخر يخرج الفرد زي ما نقوله من تمركزه حول نفسه من انانيته وكبرياء حول يعني تفاهمة ممكن للامور اكتب خصوصا بالنسبة للزوج يعني فعلا هو احنا مبوش نقوله ان وكأن الزوجة تستجدي حاس شيء ذكي يعني احنا في الحوار منقصدوش ان وكأن الزوجة تستجدي في الوقت المناسب للزوج ولكن هي لا هي نفس الظروف اللي مفروض يرعاها يكون في تعاون ولكن المواصفات السلبية اللي هي الانانية والطغطرس والكبر قد هو يمنع الانسان من ان هو يكون شريك في حوار اصلا يعني فشخص المتكبر اصلا مش مستعد حتى يتنازل ويفتح معك حوار هو اصلا يعني يعني الكبر هذا مصور لان اتجاهه هو ورؤيته هو وحكمه هو المسبق على الموضوع بالكامل هو هذا الحكم الصحيح فانت يا اما بتسلم به يا اما مندير معاك مشكلة فاصلا هذا لا يمكن يكون شخص علشان في بداية الحلقة شرط الى ان شخص مش يكون شريك في حوار ناجح راو لازم يكون تكوينه النفسي تكوين سليم مش تقدر تخش في انفتاح لان الحوار انفتاح احنا في نقطة ممكن ما تغيبش علينا هيك نقطة مهمة اللي هي راو الانصاط مش في كل موضوع عنهم ننصط راو في مواضيع مفروض هذه مواضيع ما تخصناش مثلا انت وغالبية الزوجات للأسف شديد وحتى في المساكل الزوجية راو تلقى الزوج والزوجة حياتهم مش ملزم بها حياتهم ممتازة ومشاء الله لقوة لبالله تبارك الرحمن ولكن تلقى الزوجة تقعد تجيب في مشاكل محيط متاع الزوج مثلا ولا تجيب في المحيط متاع الجيران هذه حالة مش ملزم ان هو زوج يستمع عليه يجب ان هنا مفروض يكون فيه قواعد وضوابط احنا اتهمنا حياتنا ويهمنا خصوصيتنا ويهمنا بيتنا لكن تقعد مرأة يجيب في اسرة الزوج ولا زوج يقعد يجيب في اسرة الزوجة راو هذا امر يؤدي الطرف الاخر وانا ما نطلبش منه ان يكون منصط معي والله لانيا وخلي مننزل فمك شوية معلش يسمعني وخليك منصط هذا كلام راو لا يمكن ان هو يقبل انسان واغلبها المشاكل الاسف الشديد سبحان الله الانسان مفروض يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى لكن تلقاهم وما في حياتهم وفي احتياجاتهم سواء كمن جانب اجتماعي من جانب عاطفي من جانب اقتصادي من جميع الجوانب ما شاء الله رب يمنعم عليه لكن يجيب تلقى الزوجة وكأنه هو اعتقد الانصاط مهم في كل شيء الا في العقيدة وبعض التوابط يعني هو مش في كل شيء ما قلش نقوله الانصاط يعني في كل شيء راو اني بننصط في مواضيع الحوار في العقيدة وبعض التوابط ايه في التوابط يعني اللي هي احنين نتفقع لها ان هذه مفروض يكون فاها انصاط وهذا المقصود ويكون فاها حوار نعم لكن في بعض المواضيع اصلا مفروض ما تكونش فاها حوار اصلا في الاسرة طيب عن طريق الانصاط يعني نحترم خصوصية طرف الاخر وما ندخلش وبعدين الحمد لله اني الانسان انشكرتم لا زيدنك وما نعم مدام ربي نعم علي وكذا وحياتي مستقرة ما فيش داعي نقعد نجيب لها في مشاكل من الخارج نعم عن طريق الانصاط يقدر يقوم الانسان بتصحيح داتا عن طريق نظرته لنفسه وايضا نظرته للاخرين فعلا فعلا هو كيف تتغير اتجاهات الانسان يعني نيمونكم كان عندي تصور مبدئي للشي في عندي صورة ليه كيف عندي خيال ليه بانه هو ماشي في اتجاه معين لكن لما نين تحاور وننصت للاخر ويعطيني هو رؤيته واتجاهه هو يعني تتصحح الرؤية اللي عنديني ونوصله لرؤية مشتركة وليحكم مشترك وإيجابي ويكون فيه رضا للطرفين يعني حتى في التسلسل زي ما قلتك بكريكا يعني لما يكون وصلنا لإحنا نقوله افهم لكي تفهم افهم لكي تفهم باش انت تفهم لازم يكون عندك مساحة تعطي للاخر مساحة في التعبير باش انت لما انت تتكلم معاه هو يفهمك نعم اذا بالملخص الانصات بيش كل واحد بيه معزل على الاخر الملخص الانصات كافير بانه هو لتصحيح بعض المفاهم طبعا طبعا وحتى تغيير اتجاهات الانسان وقرائط العقلية بالكامل بالكامل يعني مهارة كبيرة تطور الانسان في تكوينه النفسي لو انه فعلا احسن انه هو يكتسبها مهارة نفسي رح نرجعوك كستاذ ميلاد نرجعو للساس ديما في نذاءات تتكرر من تجاه الابناء يقول لك بوي ما يفهمنيش ما يشارش بمعاناة هذا سبب في غياب الانصات بالنسبة للأبان اوكي انت كما تجالسش اولادك بناتك كما تخصش ليهم الوقت الكبير انك تنظت ليهم مش حتى تعقيد حي كم في احتواء اكتر لان الابن انت بيحس بيحضن الدافئ ويحس بالحنان الامام في الاسر اللي قادي يعيش فيها لما يكون محاط بالاب والام واليحاطة الكبرى ان هي الانصات والاستماع ليهم لما تسمحهم هم محاطفهم هم اكتر لما تسمحهم يكون في نوع من الاهتمام بهالطفل هذا والطفلة وحتى المراهق احنا جيب انقوله اكتر شخص ما عنداش حد في الاستماع والانصات هو المراهق دي ما اعتقد انه هو شخص كبير وهو المراهق نفسه مثلا كان دار عملة انت عيل الصغير كان بيحمله مسؤول انت كبير وما اعتقداش مساحت انه يسموه لها كويس هو حيكون اكتر ضحية لأسف الشديد بصراحة معظم من ان ينحرفوا صدا انهم مشاكل خاصا في تعطيهم المخدرات وارتكاب الجرائم طبعا نفسي 99% نتيش انهم هم يلقوش فرصة كبيرة انهم يسمعونهم اهل مظبوطة وهم يوصلوا رسالتهم للأهل وهذه المشاكل والاخطاء اللي تصير بصفة عامة حيانا يكون فيه لغة الجسد لها دور في هذا الموضوع علاقة صالح تكاكل الجسدي المباشر من خلال لمسة حنان تشابك الايدي من خلال الحديث نفسه والانصات شي مهم بصراحة انت تضع الايد على كتف الطفل هو يتحدث من المهم جدا اعتقد وحتى فيه مستوى يتفرض انت ندار حدث بالامان وقر الرياح اه نقول لكم عليش ندرب لكم انتها لم يجيش انت الطفل انت نكلم فيه كنت واقف ومقعمز كأنك راح فيه سلطة عليه او انت تكلم مع شخص ومع عائل انت دالي حدود الطفل بالشكل هو فيه اشياء فرغز انت باهلها او انت تكلم ويكلم فيك العيل هذا وتقول لك يفيديك كأنه مستنقة طيبونية بتدربها دراسرة يعني فيه اشياء فرغمهمة بصراحة انت باهلها انت في علم نفس العلم الاجتماع وعلم الفلسفة بصفة عامة هو ما رغل دام ما يسمعوش بهم الناس للأسف الشديد الناس يتسمع فيه ثلاثة نواع دي ما نقول فهن يرا فينا استسمع من فمها فيها من خشمة فيها من عيونها انت تصار بكيه في الدوادي اللي يسمع من فمها جيتكلم فيه معلومة تلقاه يصحم من فمها اي 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 فرمات واليسمع من خشمة تكلم فيه موضوع يتكلم ايكي وانيه وانيه بكذا واللي عينها هو لأفضلهم تلقاه يتبع معاك ومعا ايما تنتعك وينتباه لك متفاعل معاك اكتب متفاعل معاك مالاشي مستوية الانصاط مهمة مهمة جدا تحت ان الطفل يبهب صراحة يعني عندك متا جيتكلم معاك مراهق ماذا بيتكون قريب منا يعني ملصق تنزل لمستوى الطفل بقدر الامكان يخاص المراهق عيل الصغير يبين ينزل للوطة يبين يتكلمه بصوت عده عند بعض الاباء والمهات يقول لك لا ما فيش داعي يننصط للطفل يقول في حاجات ما هيش مهمة مش موجودة في الواقع حتى ولو لان حتى عيل اللي كما تشبح لك فيه عينها يفرح به الشيوار وزي ما قلت تحاضر تشده لكتفه وتشده لرصه هذا شيئا مهم وزي ما قال أستاذ ميلاد كل إنصاط أو كل مشكلة تب يدي عمزتها المعينة وتب يتعامل متاحها باش طعف توصل النتيجة اللي هي تحقق من عمية الإنصاط باش ما نفخدوش المعنى نعم طيب شكرا مبارك الله فيك سأساسي نختم مع الأستاذ ميلاد أستاذ ميلاد تكلمنا عن بعض التوابط قبل شوي في توابطين بغي نوربي عليها أبنائنا في تقافة الحوار والإنصاط هو طبعا إحنا لازم لما نكونوا إحنا في تعاملنا نتعاملوا معهم بطريقة يكون فيها تكوينهم النفسي قوي ويعبروا على رؤيتهم وعلى فكرتهم وإحنا حتى لو كان مش شرط يعني هو كل حاجة بيقولها أنت بتكون ملباء لكن لازم نفتح مساحة للحوار باش القرار يكون قرار مقنع للطرفين فهنا لما علمنا الإبن بعدين ما يكون هو شريك فيه في حياة زوجية أكيد هيكون دعم ورافض قوي حتى لو الطرف الآخر عنده ضعف معين يمكن أنه بحكم معرفته والطلاعة أنه يكون دعم له وهناك تنجح العلاقة الأسرية ولكن هناك نقطة مهمة يعني نحن نتكلم عن الإنصاط حاليا في إطار الأسرة وهو أمر مهم في الإطار الاجتماعي بشكل كبير طبعا هذا موضوع الإنصاط طبعا يعني موضوع كبير هذا يعتبر جانب منه اللي هو يخص الحوار الأسري والإنصاط في الأسرة ولكن يمكن في حلقات أخرى أن يكون فيه نتكلم أكتب لهذا الجانب طبعا الجانب المهني في الجانب الاجتماعي في حواراتنا بشكل كامل شيني أهميتها وكيف نقدروا أن نحن نستثمروها شكرا براك الله فيك أستاذ ميلاد نختمم بس مع الأستاذ ساسر في دقيقة زي ما قلنا الاستماع مهارة هذه المهارة ما مدى تأثيرها على علاقة الأباء مع أولادهم أو المهات مع أولادهم أكيد شي مهم صراحة وإحنا في الإنصان ربي خلق مخلوق ناطق صراحة وناطق هذا ربي خلق الأودان باش يسمع باش لو مخلقة الأخرى ربي خلق الأودان باش يهربوا من مشكلة أو خطر وجههم ربي عندما إخلقنا الإنصان موجود فينا أو دان أن نحن لازم نتواصل بأشياء هذه لازم المهارة نوضفها توظيف توظيف جيد بحيث نتصير جمش كمع الأطفال بسي فعال أكيد الحديث معكم صراحة الله يوم الشيق شكرا براك الله فيكم على توجدكم معنا أستاذ ساسي موسى خصاص إشاد نفسي وتعديل السلوك براك الله فيك أيضا نشكر أستاذ ميلاد براك الله فيك أستاذ ميلاد نفاتي وهو مدرب الثنمية البشرية شكرا لكم مشاهدينا على متابعة حلقة اليوم زي ما قلنا كيد لنصاد جدا مهم داخل أسرة في حل حلت المشاكل وتصحيح بعض المفاهيم إلى الملتقى في حلقة قادمة بدنا الله تعالى أقبل وتحياتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته